قرار الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 وتداعيته على صورة إسرائيل وعلى قوتها وردعها لا يزالان مدار نقاش كبير بين النخب الإسرائيلية على اختلافها بشأن صوابية مبدأ الانسحاب من المستنقع اللبناني ولسيما أن طريقة الانسحاب وصورته والتخبط في إدارته حولت الانسحاب إلى هزيمة عسكرية وسياسية ومعنوية كاملة لإسرائيل مؤيد قرار الانسحاب يرون أن بقاء الاحتلال في جنوب لبنان منذ ثمانينيات القرن الماضي كان خاطئا من أساسه وأنه أدى إلى استنزاف الجيش الإسرائيلي وأن منطقة الحزام الأمني لم تحمل مستوطنات شمال فلسطين المحتلة في المقابل تشير الآراء المعارضة للانسحاب إلى أن الطريقة التي جرى بها أشبه بالهروب الكبير الذي أظهر إسرائيل خائنة لعملائها وتربط بين الانسحاب من جهة وبدء الانتفاضة في الضفة الغربية النقاش بشأن صوبية مبدأ قرار الانسحاب امتد ليطال جدوى الانسحاب بعد أكثر من عقدين على تنفيذه مروحة واسعة من كبار الضباط والخبراء رأت أن الانسحاب وفر على إسرائيل مزيدا من الغرق في الوحل اللبناني وجنبها خسائر بشرية لا طاقة لها على تحملها في ضوء التغيرات التي طرأت على أكثر من مستوى ولسيما تطور قدرات حزب الله بصورة هائلة في المقابل يرى أخرون أن الخلل الكبير الذي أصاب توازن الردع بين حزب الله ومن ورائه فصائل المقاومة على اختلافها وبين إسرائيل من شأه الأساسي الانسحاب المذل من لبنان ويعتقدون أن موازين القوى الحالية بين إسرائيل وأعدائها والخيبات المتعددة التي حصدها الجيش الإسرائيلي في كل الحروب والجولات القطالية التي حدثت مقابل لبنان وقطاع غزة بعد عام 2000 ما كانت لتجريه لو لا الانسحاب من لبنان بالطريقة والظروف التي رافقته مهما يكون النقاش ومساحات التباين في إسرائيل على خلفية الانسحاب من لبنان فإنه ثمت معادلة يتفق عليها الجميع هناك وهي أن إسرائيل بعد الانسحاب من لبنان باتت أضعف مما كانت عليه قبله وأنه بعد 23 عاما على فرارها منه لا يزال لبنان الهاجس الذي يقد مطجعها